الآن ماذا بيد الناتو برأيك؟ ما الذي يستطيع أن يقدمه؟ علما بأن مثاقه لم يتطرق أبدا إلى حالة أنقرة وأثناء نعم تحية لكم والمشاهدين أعتقد بأن الناتو لا يوجد بيده أي شيء لفعله الآن سوى القيام بوساطة بين الجانبين وإجراء محادثات للوصول إلى صيغة توافقية لحل المشكلة في هذا الأمر فشل الناتو أصبح أيضا في المرحلة الثانية من التنازل عن دعنا نقول واجبات الناتو في حل الخلافات بين أعضائه وصلنا إلى حد أن يكون هناك فقط اجتماع تقني لمنع تصادم غير مقصود بين الجانبين وأيضا في هذا الأمر فشل الناتو كان من المقرر أن تعقد هذه الاجتماعات قبل يومين واليوم خرج بيان بأن هذه الاجتماعات أيضا أجلت إلى العاشر من هذا الشهر بمعنى أن الناتو فشل في كل ما يجب أن يفعله في حل الخلافات أولا وثانيا في التنسيق بين أعضائه وثالثا في الضغط على أعضائه في هذا التحالف أيضا للوصول إلى صيغة توافقية من يستطيع الآن أن يحل أو أن يفضل اجتباك في شرق المتوسط فقط هي الولايات المتحدة لأن الولايات المتحدة أو دعنا نقول الولايات المتحدة وألمانيا ولكن ألمانيا تقوم بدور وساطة هي محسوبة على الاتحاد الأوروبي لا تملك أوراق ضغط على الطرفين من يملك أوراق ضغط على اليونان وتركيا هي الولايات المتحدة ومن تستطيع فعل ذلك ولكن ترامب لديه حسابات أخرى والإدارة الأمريكية يبدو بأن لديها حسابات أخرى ولكن أتوقع بأنهم سيتحركون في المرحلة الأخيرة لأن أي اشتباك عسكري سيعني تقويض حلف الناتو لأن تفعيل المادة الخامسة سيعني بأن الناتو لن يستطيع الوقوف لا مع هذا الطرف ولا مع ذاك الطرف والثماني أو السبعة وعشرين دولة أوروبية سيقولون بأن الناتو أو سيعتبرون أو سيتبنون رؤية ماكرون بأن الناتو لا فائدة منه والاثنين بالمئة من الناتج المحلي أو أكثر التي تدفع للناتو تدفع بلا فائدة بالتالي يجب الذهاب إلى مكان آخر هذا هو وضع الناتو الآن وضع كارثي لم يصل إلى أي آلية لحل هذه الخلافات بين عضاهي أو أن يكون له أيضا تصور لمنع الصدام العسكري على الأقل